دخلت العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا أزمة سياسية حادة على خلفية إلغاء أستراليا سفقة شراء غواصات فرنسية تقليدية أبرمتها عام 2016 واستبدلتها بأخرى أمريكية تعمل بالدفع النووي الأمر أثار غضبا فرنسيا كبيرا ودفع بباريس لحد وصفه بأنه طعنة في الظهر مريم دلومي بوادر أزمة سياسية تلوح في الأفق بين واشنطن وباريس بعد قيام أستراليا بفسخ عقد ضخم أبرمته مع فرنسا في عام 2016 بشأن شراء غواصات تقليدية واستبدلتها بأخرى أمريكية تعمل بالدفع النووي حيث وصفت باريس الأمر بالخيانة وطعنة في الظهر في خطوة أرجعها محللون إلى خلفيات سياسية وجيوستراتيجية تتعلق بطبيعة النزاع في المنطقة لو فهمنا طبيعة هذه الغواصات فإن الحجة التي قدمتها أستراليا على أن تلك الغواصات تقليدية وليمكن لفرنسا ربما أن توفي بطلب أستراليا وهذا أيضا طعنة أخرى أو ضربة قوية ودعني أقول صفعة أقوى للفرنسيين أو التكنولوجيا الفرنسية التي كثيرا ما قدمت على أنها متفوقة في المجال العسكري الشراكة الأمنية الجديدة واسعة النطاق والبعيدة عن أوروبا التي أطلقتها الولايات المتحدة مع بريطانيا وأستراليا في منطقة المحيطين الهند والهادئ لمواجهة الصين أثارت غضبا واستياء كبيرين في فرنسا حاول أمريكية أو قناع أمريكية بضرورة إعادة النظر في التحالف في ما يسمى بالحلف الأطلسي وكذلك فرض منطق جديد إما أن يبقى الأوروبيون صامتين تحت قيادة الأمريكية وإما عليهم أن ينظروا مصلحتهم في إطار هذا الحلف الذي لم يعد له مسوغات وجود في ظل هذه التطورات وفي ظل عالم يزحف نحو التعددية القطبية رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل قال إن التحالف الأمني الجديد بين كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا قد يدفع بالاتحاد إلى تقوية استراتيجيته في منطقة المحيطين الهند والهادئ كونها أصبحت الآن ضرورية أكثر من ذي قبل